ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة التاسعة عشر للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الخدمة المدنية والذي يتناول السماح للموظف بالقيد في السجل التجاري ومزولة النشاط التجاري والمتضمن رأي اللجنة بشأن عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون لعدم توافقة مع السياسة التشريعية المتبعة والمقررة في كفاة القوانين ذات الصلة بالموظف العام وقرر المجلس بعد الاستماع لمداخلات الأعضاء الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون كما نقش المجلس تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة والذي يهدف إلى توحيد الأحكام التي ينظمها القانون بين اجتماع الجمعيات العمومية للجمعيات الاجتماعية وكذلك في الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة فيما يتعلق بعدم وضع القيود على أعضاء الجمعية الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم فيكون أعضاء في اجتماعات الجمعيات العمومية للجمعية التي ينتمون إليها وقرر المجلس الموافق على جواز نظر الاقتراح بقانون وإحالته للحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون اقتراح مهم ويصب في مصلحة الرياضة البحرينية كما أن الهدف الأساسي للاقتراح بقانون هو توحيد الأحكام الذي تضمن القانون بين اجتماع الجمعيات العمومية للجمعية الاجتماعية وكذلك في الهيئة الخاصة للرياضة أيضا نستهدف من الاقتراح الذي تقدمه به عدد من أصحاب السعادة العضاء إلى مواجهة ظاهرة التعثر الكثير من الأندية الرياضية مالية نتيجة عدم الاستثمار الأمثل لمواردها المالية أو استغلال إمكانياتها وكذلك من خلال الاطلاع على قوائمها المالية وحساباتها الختامية للوقوف على أسباب التعثر المالي ومعاونتهم والقضاء على تلك الأسباب المؤدي إليه اشتركوا في القناة